مؤخراً فما تحركت على مستوى الدولة فما حديث عن بداية الاعداد لميزانية الدولة لسنة 2024 بداية الاعداد لمنويل تنمية جديد بحلول 2025 2025 عفواً قلت قبيليك أنا ميزانية الدولة لـ 2024 لكن 2025 وأيضاً منويل تنمية وفما نقد منويل التنمية اللي كان معتمد على عديد شو اللي كان معتمد إحنا مغيرنا شيء قاد هو تقريباً من 2008 هو خالي نقوله مش منويل 2008 أنا نقولك من السبعينات وهذا اللي جاء في تصريح الرئيس الجمهورية مؤخراً في لقاؤه بوزير الاقتصاد وعديد أيضاً الوزراء الآخرين شنو اللي لازم نبنيه عليه منويل تنمية جديد مغاير وثوري ثوري بالمعنى البوزيتيف أنه مش كل ثورة هي بوزيتيف ولكن ثوري بالمعنى أنه أفكار جديدة يعني أفكار جديدة يغير تونس ويواكب خاصة المتغيرات العالمية ما عادش يكون فيه برشا نقاط كيف ما قلت من وين التنمية يعود إلى سنوات خالت خليفهم المواطنة اللي يسمع فينا ونحب نبسط نبسط نحن ماذا بينا جزتما أنتي توطع ووطع على البرنيمتر نحن قبل شن عدنا سيل هذه الميرا الله يرحمه وعمل نتيجة جيدة جداً وأحسن فترة رأي على مستوى والفترات اللي مرينا بها فترة هذه الميرا الله يرحمه شنوه إخداء انطلقه من الموجود من البوتانسيال تونس وعمل بيه رؤية ونجح بها تونس وقته شعند نحن عمنا بيطالة تاع أصحاب المستويات المتدنية وقتها جامعات ما زلوا متخرجوش وما زلنا في بداية الاستخلال ومعنا حتى بتاع الجامعة شوية يعني البيطالة نتعنا كانت بيطالة أصحاب المستويات الابتدائي والثانوي ما عناش بيطالة متع أصحاب الشهادات العليا وخارجي الجامعات ولكن هنا أرقام مغايرة تويكة حتى هي خنا نعطيه جس تيتا كتابل من 15-40 اي جس من 15-41% أغذر الفرق معنا الشيء يجب أن يجلب المستثمرين للأجانب وحتى المستثمرين للخواص باش يستثمروا في قطاعات اللي هي تكلفة انتحها رخيصة علاش؟ خطر هذومها المستوى الابتدائي والثانوي يرضى بأجر ضعيف أمم الشيء يجب أن يعمل هو يجب أن يمشي في سياسة يجيب الاستثمارات المحلية والأجنبية اعتماد على المزايا التفاظلية اللي يدع العاملة الرخيصة التوصي هكا ولا؟ أمم المستويات التعليمية الرخيصة لأن تأخو أجر ضعيف ما يجب أن يستعيش ولا لا؟ سحيح؟ الشيء يجب أن يعمل يجب أن يدعم المواد الأساسية الغذائي الدعم اللي قاعد ينعيشوا فيه التوقع احنا مش يقدر هو ذاك مش يعمل الدعم متاع المواد الأساسية الحبوب والسكر والبولة هذا ما كل باش الشعب التونس يلي وقاعد يأخو في أجر الزهيد ينجم يعيش أمم ذاهي ومن ناحية أخرى أشي عمل يقول لك أنا يلزع بويسكو مشيت في سياسة متاع اللو كوست هذي ومتاع يد العاملة الرخيصة حتى على مستوى السياحة أنا نمشي في السياحة متاع المنخفضة على مستوى التكلفة أشي عندي أنا في تونس عندي البحر وعندي شط البحر والشطوين موجود موجود في الساحل أشي يزمني أنا يزمني استغل الثروات اللي موجودة في الداخل كل فوسفات وكل الواحد وكذا اللي موجود في المناطق الداخلية وبنفلوس نتحهم نحسن البنية الأساسية ونعمل وطلة ومدارس ومسحات وكذا في الساحل واش عمل بالسياسية هذيك قسم تونس على زوس مناتق الداخلية مفقرة ومناتق الساحلية يعني غنية احنا المعطيات تغيرت كمبليتما صحيح اخي ما زال عندنا احنا بطالة أصحاب المستويات التعليمية الضعيفة ابتدائي وثاني ومعناش عنا شهيئة دلعليا جامعة شي يزمنا ما عادش نستثمر وفي القطاعات اللي هي تستعمل اليد العاملة الرخيصة ولكنه مالوروزمون ما زلنا قماشين فيها للتو احنا قاعدين توا القطاعات الانترى النسيج ومتاع السياح وكذا تستعمل اليد العاملة الرخيصة اللي كود لما دارفر ويزمنا نمشي ونستثمر في القطاعات اللي هي تستوعب وتشغل اليد العاملة الكوف اهلية الخريجة تا الجامعات ومش تهجر ومش تمشي فرنسا وتمشي كذا احنا يزمنا تلقى استثمار داخلي وليخليها تقعد هنا هذا مش قاعدين نعمل فيه هذا كعليش المنوال اللي يتكلم عليه سيد رئيس الجمهورية قاعد هو بيدو منذ سبعينات الى الان ولم يتغير بالنسبة للقراءة في هالكم باريزون مع المتغيرات اللي مطلعة عليها الأكيد والناس كل تواكب فيه اذا لخصوا في نقاط في هالثلاثة دقائق المحدث بش يستجيب للمتطالبات كيف ما قلت انتي متاع السوق ومتاع البطالة وممطن اراعي احنا علش نكسر في رأسنا شنو الى البوان اللي نازم يقوم عليها علش نكسر في رأسنا بش نعلو منوال احنا جديد يعني احنا عنا رهو مساءل لا تنتظر حتى لنا نغيروا المنوال اللي هي احنا ما هو عاجل احنا العاجل العاجل هو الاسعار اللي قادة طالعة بصورة كبيرة وكبيرة جدا ولي فقرت شريحة كبيرة جدا من الشعب التونسي ومن بينهم الشريحة الطبقة الوسطى اللي انهارت بصورة كبيرة والمحرك الاساسي متع الدول ومتاع الاقتصاديات في العالم دائما تعود الى الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى لما تتهرأ يعني يفقد الاقتصاد التونسي المحرك الاساسي ينتعو اللي هو السهلك الخاص علاوة على هالترفية عن طاع نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي وزادوا سكروا القروض إلى الطبقات التبقات الوسطى آآ هادوما إذا الدرجة أنه المحرك الوحيد اللي مزال يستغل يشتغل. احنا الاستثمار موقف. التصدير قاعد يتراجع. الوحيد اللي قاعد يشتغل اللي يحبه زيدا يوقفوه بالسياسة النقدية متاع هل نسبة الفائدة العالية ثمانية في المئة تاع في المغرب قد ديش في الزوز ثلاثة في المئة. يعني شيء بعيد على بعضه. والبنك المركزي المغربي والبنوك العالمية لكل المركزي الكل ماشي في التخفيض على نسبة الفائدة بالرغم من نسبة الضعيفة واحنا ما زلنا قاعدين متردين زع ما نخفضو ولا ما نخفضوش. يعني بش حاب نقول هنا. مشينا في الاسعار ومثال الفائدة الموجيرية. هنا حسب رأينا. اي. اذا كان الحكومة التونسية تضبط في برنامجها على مستوى السنتين على الأقل محاربة الاسعار واسترجاع المقدرة الشرائية للمواطنة التونسي. رأوا الطريقة سهلة وسهلة جدا. انا حسب رأينا. اي. 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 احنا عنا خطأ كبير جدا على مستوى مقاربة البنك المركزي. احنا توا الحكومة التونسية تبرأت من تهمة التذخم المالي. انا مش مشكلتي التذخم المالي. مشكلت البنك المركزي. احنا. البنك المركزي كيفاش يعالش فيها. البنك المركزي يقول لك رأوا التذخم المالي مشكلته وشكون ما تسبب فيه. احنا. حتى واحد رأوا العيلة التونسية. عليش العيلة التونسية. احنا. لانا العيلة التونسية قاعدة تستهلك في المواد الموردة. احنا. يعني وهذا بيش تعطي العجز تجاري قاعدة قاعدة فاقم والدينار قاعد يتراجع ويعطينا التدخم ملي ورسوني باسا. خطر حتى كيرفعوا في نسبة الفايدة. ظننا منهم انه باش يسكروا القروض على العائلات التونسية الدولة قاعدة تاخد في القروض. وبالتالي انتي كيت حابة ترفع في نسبة الفايدة. باش تخلص من القروض لو الدولة قاعد تاخد في المرسولة بلس امبرتانة على القروض. وبالتالي مشكلة مش مشكلة انتا استهلاك. ومشكلة انتا عوايق تا استثمار ونمو اقتصادي. لما انتي تعمل في العوايق على مست سواء نسبة الجباية عالية. وانتي عندك ادارة اجراءة ادارية. وعندك مانات مشكلة كمان ميش الجعش. وعندك نسبة فايدة عالية. اش تعمل دانسوكار. السثمار يتراجع. عندنا مو ينكمش. وهذا شوقها في تونس. الانتاج يتراجع وكل انتاج يتراجع. يمور ما عاش فيما وفرة في السوق. امم. اش يعملوا قبل الحكومات اللي قابل الثورة. يوردوا باش يعدلوا. امم. يستعملوا من الموجودات المعلمة الصعبة. احنا نحب واش نستعملوا من الموجودات نسبة التوريد كبيرة. امم. وعندك الطلب هو بالاسعار تضعلوا. يعني مشكل مشكل. والاسعار تبرر بنسبة التوريد وتكلفة التوريد. المشكل انتاع الاسعار متاعنا. وهو عويق على مستوى الانتاج. وليس ارتفاع على مستوى الطلب. امم. وبالتالي شي ازمك انت. ازمك تمشي في سياسية تحفيز الاستثمار الخاص ليدفع النمو الاقتصادي وتعطينا انتاج. امم. وهذا يتطلب التخفيض في الجباية والتخفيض في نسبة الفايدة. ورفع الحوارة العويق. معنى كل ما يتعلق بتحسين مناخ الاعمال للاستثمار المحلي والاجنة بهذا الحل الابرز خلي نقوله نحن. وهذا الابرز. امم. وكذلك انت. في زوز نقاط اخرين اه سريذا. هاي. وكذلك انت طوى. مو عندك خالد يتراجع على الا 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 انت تقول دينار يتراجع. امم. على خاطر انت خايف من موجودات من العملة سامة. امم. انت عندك موارد هامة من العملة سامة مكش قاد لهي بها. امم. جبت كما بك الفوسفات. امم. والمداخين المتاتية من المهاجرين. امم. تنسين بالخار امم. هذو ما كذلك لابده من اللي اعتينا بهم. امم. ريت انه في كل في كل محاجن. شيء محلي وشيء. يعني اجراءات هذو ما لما نعملوا بهم احنا نقوله امم. ميزانية ثلاثية يا سيدي مش حتا ثنائية احنا نحن 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 ثلاثة سنوات. امم. يدخل في اطار مخطط. امم. لمقاومة الاسعار. امم. وكيف تقول انت مقاومة الاسعارك انت كيما قلت انا باش تدفع نحو النمو الا اقتصادي. وهذا بشي احتيك موارد جيبائية جيدة. بالاصلاحات الاقتصادية لازم تتخذ هذية اللي كنت تحكي عليها اتوي كمعنى التخفيض من الجيبائة تحسين مستوى تعاملات الادارية. لا 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 مش مرزومة عليك مش تمشي في في الاصلاحات اللي يحب عليها صندوق النقد. لا مش بذب لي كنت انتي جيت عليها بخير ذا. هي تخفيض الجيبائة. ورئيسي بتاع صندوق النقد الدولي والتخفيض من حصة الاجور من نتجة المحلية الاجمالية. انتي تنجم اللماء السالاريال. يعني الاجور بتاع الوظيفة العامية وقعده. حجم الاجور. لكن بيدفعك للنمو الاقتصادي انتي لديناميناتور الناتج المحلية الاجمالية يرتفع. وقت الديناميناتور اللي هو الناتج يرتفع هي بطبيعتها. حسب الاجور الناتج المحلية الاجمالية ستنخفض اتباع. وبالتاني مكشم مطالب باش تمشي انتي في الاصلاحات من صندوق النقد الدولي.